أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة مع دكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية مرحبا بك دكتور معنا على شاشة العربية وشكرا استقبالنا في هذا الوقت الدقيق والحساس أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور هناك تساؤل رئيسي ربما يكون عنوان أول في هذه المقابلة ما هو الطرح السياسي الذي يقدمه القوات اللبنانية كحزب للتعامل مع الحرب الدائرة الآن في لبنان الحرب الدائرة في الوقت الحاضر حرب كبيرة منها عملية عسكرية نتفق على المعطيات قبل ننقدر نتفق على الحلول نتفق على المعطيات على الوقت حرب كبيرة هي حرب بالوقت الحاضر الجانب الفلسطيني منها تقريبا انتهى وللأسف إلى ما انتهى إليه في غزة هوكي الجانب الدائر في الوقت الحاضر هي حرب بين إسرائيل وإيران تجري بمعظمة على أرض لبنان وبعدها يجري في اليمن شوية صغيرة في العراق أو قات على أرض إيران هلأ في عملية إسرائيلية منتظرة بإيران إلى آخرين وبالتالي بيجوهر الأمور هلأ الحرب الدائرة هي بين إيران وإسرائيل ما هي مصلحة لبنان في هذه الحرب ما هي مصلحة العرب ما هي مصلحة فلسطين بكل ما يجري وبالتالي يجب بكل سرعة وضع حد للحرب الدائرة في لبنان لأنه كل يوم عنا لبنانيين عم بيموتوا وكل يوم عنا دمار وخراب بالإضافة إلى وضع البلد كما تعرفيني آخر أربع خمسة سنين بما يتعلق بالإنهيال الاقتصادي والمالي والمعيشي كيف نضع حد لهذه الحرب واضح بدنا نشوف شو اللازم نعمل وطنوضع حد لهذه الحرب هذه من يومين ثلاثة كان هوكستينبي الموفد الأمريكي كان بلبنان وطرح بعض الطروحات واضح من هالطروحات أنه كيف ممكن تنتهي على الحرب طبعا بعض الطروحات هوكستين بعض الطروحاته تتعدى على السيادة البنانية في مكان ما بعد هذه الطروحات وبالتالي لتجنب الأسوأ ولتجنب خسائر أكبر ولتجنب طروحات فيما بعد هيك تتعدى في مكان ما ولو جزئيا على السيادة البنانية يجب بأسرع وقت ممكن أن تعلن الحكومة اللبنانية أن تعلن التزام لبنان بالقرارات الدولية 1559 لأنه لسنا في مجال ولا في وقت يعني يجوز التزاكي أو المناورة فيه 1559 1680 1701 ليس فقط أنه التزام فيها وتدعاهد بتطبيق هذه القرارات هاي الطريقة الوحيدة برأيه لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان يلي عنده طريقة أخرى يتفضل يطرحها طيب الحكومة اللبنانية أعلن ذلك سيد نبيب بري أيضا التقيت به وقال أنه متمسك بتطبيق القرارة 1701 وكذلك السيد نجيب مقاطي رئيس الحكومة أعلن ذلك بالفعل هم يتزاكون ما زالوا يتزاكون يعني يقولون إيه نحن ملتزمون بالقرار 1701 بس بزيت الوقت أنه ما بدون قرار 1550 ولا قرار 1680 بالوقت يلي القرار 1701 هو بحد زيته يحمل فيه لا ليس في طياته بشكل واضح جدا القرارين 1550 1680 أنا برأيي نحن أمام ساعة حقيقة لا مجال المناورة لا مجال التزاكي لا مجال التشاطر لأنه فيه ناس عم يموتوا كل يوم فيه دمار عم يصير عنا كل يوم بده صار موقف شجيع بده موقف كتير واضح موقف الواضح والشجيع شو بده ننطبق القرارات الدولية قبل القرارات الدولية خلينا نطبق كل من درجات اتفاق الطائف وخصوصا فيما يتعلق بتمسك بالتفاقية الهدنة سنة 49 وبس سلطة الدولة بقوائها الزيتية وحل جميع تنظيمات تتحدثت بصراحة هل تخبرني بصراحة أن السيد نبي بري وهنا المسألة لا تتعلق بالأسماء ولكن تتعلق بالمنصب الرئاسي كرئيس لمجلس النواب وأيضا السيد رئيس الحكومة نجيب مقاطي غير راغبين حتى اللحظة في مواجهة حزب الله بنزع سلاحه نعم 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 أنا ما بعرف إذا كانت قناعة عند الرئيس بري أو الرئيس ميئاتي أنه لازم ضل حزب الله مع سلاحه أنا لا أعتقد ذلك بس هذا اعتقاد بس خلني أقول غير راغبين بمواجهة الحقيقة من أول لحظة وأنا سأقول شيئا الآن منذ أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور تكلمت مع رئيس الحكومة لأنه رئيس الحكومة صديق قلت له دولة الرئيس الأمور رايحة في هذا الاتجاه قبل ما وصلنا على الحرب رايحة في مبين من كل المؤشرات مبينة من كل التصريح من كل المواقف المعنى وغير المعنى دولة الرئيس يجب أن تصارح حزب الله بتودي وراهن قلت له أنا رئيس حكومة لبنان هلا أنت وين رايحين ولكن الآن هناك معركة على الأرض حزب الله يواجه إسرائيل الآن يحارب إسرائيل الآن البعض يقول وسأكون واضحة في هذا جبران بس سيل بالأمس رئيس حزب الطيار الوطني قال لي بشكل واضح من يطالب بنزع حزب الله وهو يواجه إسرائيل الآن هذا نوع من الخيانة جبران بسيل تعرفي ما فينا نحن نوصل لما قيسه بالشرف والكرامة والاستقامة والشفافية بس خلينا نترك هادي شوية نحن أوكي حزب الله يحارب إسرائيل الآن أوكي لكن مين عم بيقصف بالضاحية وعم بيقصف بالبقاء وعم بيقصف بالشمال وعم بيقصف في جنوب إذا حزب الله عم بيهارب إسرائيل طبعا هو يقوم ببعض العمليات ولكن يجب أن تنظر إلى ميزان القوى ككل هل يدافع عن لبنان الآن حزب الله؟ هو من يتصدى لإسرائيل الآن؟ لا 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 خلينا نتفق على شغالي لأنه برجع بقلك نحن هلأ بساعة حقيقة يجب طرح الأمور كما هي لو لم يكن حزب الله في الجنوب هل تعتقدين سيدة رشا على أنه كانت إسرائيل هجمت لو كان الجيش اللبناني في نفس الأماكن والنقاط التي كان حزب الله موجودا فيها في الجنوب هل كانت إسرائيل هجمت لبنان؟ دكتور يقولون أن إسرائيل ونيتنياهو تحديدا كان عازم على هذا الأمر سواء فعل حزب الله ذلك أو لم يفعله شو السبب؟ يعني شو النهاية السياسية للوصول إلى ماذا؟ في غزة أنا أكيد نعم لا لأنه يريدون ضم غزة شكل كثير واضح وإذا استطاعوا يريدون ضم الضفة الغربية كمان وإذا استطاعوا يريدون تهجير كل فلسطين مونيك واضح بس لبنان لماذا؟ أقول لي لماذا؟ هذه نظريات يطرحها محور ممانعة للتمسك بمكتسباته وبوجود العسكري غير شرعي في لبنان في سوريا في العراق في اليمن وحيثما كان طيب لدي أسئلة كثيرة حضرتك قلت لي أن مؤتمر معراب حاول أن يقدم رؤيته السياسية كمعارضة لما يمكن أن يحدث ولكن البعض يقول ماذا تفعل هذه المعارضة؟ يبدو أنها غير فاعلة الآن يعني يقال أن السيد بر يفاوض وحزب الله يقاوم طيب ماذا تفعل المعارضة؟ المعارضة اسمع لي المعارضة هي معارضة يعني تطرح المواقف وتدع يقولون لحضرتك تنظير المعارضة معارضتنا مثل كل المعارضات في كل عالم المعارضة تقعد يعني تجلس على مقاعد المعارضة وتطرح وجهة نظرة وتضغط بشكل مستمر لا أحد ينكر أبدا من الناحية السياسية أن حزب القوات لديه وزن نيابي كبير للغاية لكن البعض يقول لحضرتك ما فائدة هذا الوزن النيابي إذا كانت علاقته بالثناء الشيعي شبه مقطوعة علاقته بجنبلات متقلبة ومتوترة علاقته بالقيادات السنية يعني باردة إلى حد بعيد علاقته بطيار الوطني الحر مقطوعة تماما لابد أن يترجم الوزن النيابي أو السياسي إلى معادلات سياسية على الأرض نرى الكثير من هالكتال التي توافقنا الرأي مثلا من بعد من بعد مؤتمر معارضتنا تصل فيه كثير من الكتال الأخرى أو النواب مستقلون تقولوا لي ولا برافو نحن معها الرأي برافو يحضروا السيدة رشا كثيرين في لبنان لا يريدون أي مواجهة مع أي حدا وهي دي اللي معطل المجلس النيابي رح أعطيك ما ترزي طب يمكن لأن حضرتك عملت المؤتمر يعني عملت معارض مثلا كان يقول البعض لماذا لا تعملوا مثلا على طريقة المؤتمر لدي عقدة في برستول يعني 2005 وكان مهد بشكل كبير لقوة أضار كنت في هذه الحالة حضرتك كزعيم لتكتل كبير يحظى بهذا الدعم من البرلمان وبهذه الكتلة البرلمانية يمكن أن توحد المعارضة حولك هذا قول خير يراد به شر بيني وبيني لأنه ليس هذا السبب يلي بده يحضر يبي يحضر ليش معارب يعني هي أرض محرمة يعني ما فهمت أنا لا نحن يعني كائنا من كان من قوة المعارضة الذي كان يضع إلى أي نشاط إلى أي مؤتمر سياسي كنا نروح أكير لماذا لم يحضروا لماذا لم يحضروا لأنه بيني وبيني كان حد المشكلة الرئيسية اللي عم نعيشها في مشاكل جانبية في سياسية دايئة لم يحضروا لأنه الكل يخاف من حجم القوات اللبنانية ولا يريدون أن تكبر وتكبر وتكبر القوات اللبنانية بالوقت يلي القوات اللبنانية تكبر من خلال تعبها وعرقة وعرقة جميلة خلينا سؤال من الخارج سؤال من الخارج لماذا تبدو المعارضة وكأن هناك صراع على الأحجام والأدوار في هذه المعارضة يقولون انظروا كيف يتم الحوار والسجال دائما ما بين السيد سامير جاجع والسيد سامير الجميل الرئيس حزب الكتائب اللبنانية هذا صراع على الأدوار وليس على خيار وطني حقيقي ينقذ البلاد نحن والكتائب نفس الخيار الوطني معك ها هلا جربنا كتير يعني أملنا محاولات عديدة من أجل أن نتعاون أكثر وأكثر صراحة لم نلقى أجوبة إذا كانت الكتائب فيها مسألة زعامة وإحساس بالذات ورغبة في دور ما وحجم ما ما حدا بيقدر يأخذ محل حدا كل شخص بيأخذ هو موقعه كل شخص بيلبس بدلته إذا لبس يبدلي أوسع منها بتطلع من بها بتعليه إذا لبس يبدلي أدياء منه بتطلع دايق أعلى هذه مش القصة القصة أنه بعض الوقت فيه خيارات سياسية داخلية شخصية ما إلا علاقة بالسياسة يعني ما فيه أي مشكلة مع الكتاب طرحون السياسة ثلاثة متقرعة وبالتالي هذا لا يستثلت قضية تحالفوا ونحن نتعاون تحالفوا حتى تبني أنك قوة سياسية تؤثر على الأرض قلت يا حضرتك المعارضة المعارضة لابد أن تطرح خيار سياسي قابل للتنفيذ وقادر على اختراق نحن يالترحنين مثلا باللقاء مع رابط نان حتى كل الذين لم يحضروا أعلنوا تأييدون لألو يعني لاش البعض رايحين على الشكل يعني عم بضيعوا الجوهر بالشكل بس لاش ما إجوا بعضهم موصلين عنه ما بدون يجوا هني ما بدون يبين على أنه كثير من اللبنانيين ملتفين حول سامير جاجع بقول لك يا بكل صراحة طيب أوكي نسيلي هادي بس كلهم سوا عندهم نفس الموقف نفس الموقف تماما طيب البعض يقول أن سيد سامير جاجع ينتظر أن يعني تقوم إسرائيل بهذه العمليات العسكرية وتنهي حزب الله تماما ثم يطرح نفسه على السحة بشكل سياسي ليكون مرشحا جمهوريا ويقولون أن التاريخ ليس بعيدا بعد الشياح لبنان كانت هناك تجربات بشير لجميل 1982 يا سيدة رشا هذه افتراضات وافتراضات يستطيع كائنا من كان كائنا من كان أن يفترض شو ما كان شو ما بدي لو كان هذا الأمر صحيحا أوكي بحى صوتنا من سن إلى هلا ونحن عم نقول يجب استدراك الحرب في لبنان يجب عدم وصول الحرب في لبنان يجب فعل أي شيء لعدم وقوع الحرب وهلأ أوكي نقوم بمبادرة تلمو مبادرة نطرح على الحكومة لإيقاف هذه الحرب لو كان هذا الخيار كاننا حملا قد نسكت مكتر قاعدين سكتين ويتركون الحرب تسير وتسير وتسير إلى أن تصل إلى نهاياتها هناك مفهوم معروف ربما وهو مسألة هناك النفاق العام وهناك النفاق السياسي المشكلة أن هناك قدر عالي جدا على ما يبدو في النفاق السياسي موجود مزبوط إذا كان هناك من يتفق مع توجه السيد سامير جعجع فليسهب في توافق واضح ومعلن وصريح مع سامير جعجع اليولندان ليس هذا الواقع في لبنان لا فيكتار بيتوفقوا معنا بالنظرة بس ما بدون ليش ما بدون تميز على الفريق الآخر وأين لبنان؟ أين لبنان؟ هل تفعل نفس الشيء؟ هل تفعل نفس الشيء؟ أبدا بالعكس ونحن أكتر فريق مواقفه واضحة 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 عين الشمس بس رحاتيكي متر كتير صريح مبارح مبارح بالتحديد كان في جلسة نيابية لانتخاب اللي جين ومكتر مجلس شأن محلي شأن داخلي لا يتعلق محاربة أكتر من النواب أكتريت النواب كل يوم بيصرحوا أنه يجب أن يفتح مجلس نيابي ويجب أن يكون هناك انتخابات رئاسة الجمهورية أوكي بيحسات الجلسة طبعا رئيس بري بهضامته معهودي عطى الجلسة أكتر من يلي أكتر من يلي كل يوم بيقولوا لازم يفتح المجلس ولازم نروح ما رحوا على الجلسة طب هذه الجلسة ليست مهمة جلسة رئيس الجمهورية هل تعتقد أن هناك أنا سألت السيد نبي بري لماذا لا تدعو إلى جلسة لاختيار الرئيس الجمهورية الآن اللي بشكل واضح لأنه ليس هناك توافق مفائدة أن أعلن عن جلسة ستكون كما الأربع عشر الجلسة السابقة إذن المشكلة في توافقهم وليس في عقادة أو عدم عقادة الجلسة لا 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 غير صحيح غير صحيح غير صحيح رئيس بري شاطر جدا 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 في تحوير الأمور أولا نحن بصدر انتخابات والانتخابات شيء وتوافق شيء آخر هلأ إذا صار وتوافقت بعض الكتل على مرشح معين قبل انتخابات جيد ما في مشكلة مهي بس إذا ما صار في توافق بين بعض الكتل على مرشح معين ما الانتخابات موجودة لهذه الحالة لأنه لو في توافق لشو انتخابات طب لماذا لا يعقذ الجلسة من وجهة نظر حظ لأنه محور ممنعك كل هون مش بس الرئيس بري يريدون توضيب وتعليب الأشياء يعني إذا كان ما في رئيس جمهورية رح يجي على زاوء ما بدون رئيس جمهورية وهيضا ليصال لحد هلأ مشان هايك بيخاف يروح على انتخابات بمعنى انتخابات لاش نحن واسقين إذا رحنا على انتخابات مين رح يطلع رئيس جمهورية لا أبدا بس منعرف هاي اللعبة الديمقراطية خيخان عدل دستور ونقول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس هوا يختارون بالتوافق مش بانتخابات ساعتها بيكون العبيع أنه رئيس برني صحيح إذا عقدت جلسة هل تعتقد أنها ستكون لصالح قائد الجيش لا أعرف مع أنه في ميل كبير عند عدة كتل أنه تصوت لقادي الجيش المشكلة الوحيدة أنه قائد الجيش يلزم لكي يتم انتخابه رئيسا يمكن لا مش تعديل دستوري قال لي يا سيد نبي بير يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائل يحتاج بكافة الأحوال إذا اعتبرنا بده تعديل دستوري حدث من قبل سيد ميشيل سليمان وحدث أيضا صحيح ميشيل سليمان من لحوط غير شي مع ميشيل سليمان بدون تعديل دستوري بس حتى لو بده تعديل دستوري بده 86 صوت لأنه إذا أمنت 86 صوت تين تخبو لا أي دجاج هال86 صوت قدريني عنه تعديل دستوري إذا سلمنا جدلا أنه بحاجة لتعديل دستوري فأذن المرشح جوزيف عون العماد جوزيف عون هو من المرشحين يلي يستلزمون 86 صوت بينها المرشح عادي يستلزم 65 صوت في الدورة الثانية والثالث والربعة إذا عقلت الجلسة غدا أو اليوم يمكن أن يحرض العماد جوزيف عون هذا الرقم اليوم لا بدي يكون في مهلة الدعوة بدها 48 ساعة الفتردي بعد 48 ساعة إذا أنا عقلت أكيد الثناء الشي ما بيصوت معه جبران بسي ما بيصوت معه سمير جعجع بدي أحكي أنا وياه قبل ما بدي أشوف سياسته لأنه قائد الجيش في لبنان لا يتكلم سياسته لا تبادر وأتحكي معه لتوقض لأنه ما في انتخابات أنا مع أنت مؤمن حضرتك أن انتخابات الرئاسة يمكن أن تكون عاملاً مساهماً في حل الأزمة لماذا؟ لا تبادر وأنت في جناح المعارضة لطرح هذا الأمر كحل سياسي لأنه الفريق الآخر مصر وعلى رأسه نبيه بري ما بدني عمل انتخابات رئاسية قبل وقفة لأنار ونحن برأينا ولا أنت لا تريد رئيس جمهوريا الآن هاي لأسف لا تريد؟ لا أنا أريد كل يوم أريد أقول هني لا يريدون الرئيس بلوقت الحاضر ولكنهم يقولون أنك ربما لا تريد ربما يكون هابا صالحة كنت تحسن من العمليات العسكرية ضد حزب الله وتأتي رئيساً طعب شو سيدة رشا يعني يجب أن يلحقوا الأمور إلى آخرها خليني يعيني جلسة انتخابات الرئيسة بيبين مين رح يروح مين مرة مين مرشح حضرتك ما تعتليهم يعمل جلسة بلاقي لك عشرين مرشح لا يعني هتترشح حضرتك لا أنا ماني مرشح طب اديني أسماء لا مراها ديك أسماء لأنه مش لعبة قصة مرشح رئيس الجمهورية معقولة لا تفكر شغلة جديدة جدا وأنت في هذا الموقع السياسي الكبير والخطير لا تفكر الآن أنا أعرف منه بس ما بدي أطرحه ليه؟ هيك ربما هذا يشجع لا حدا بيلعب بالاسم لا يحرق فورا ويهاجم فورا وتقطع كل حظوظه فورا لا بس خليدوا على الجلسة وخلاص من نشوف مين بيجي مين بيجي بالـ 12 جلسة اللي صارت لحديث هلأ كل الجلسات حضرناها ومصرين على حضورها كل الجلسات أضعها مين محو الممنعها هو اللي أعطل الجلسات هذي افتراضات إنه إيه لا القوات ما بدا لأنه نطرين الحرب لو كيف نطرين الحرب أول شي الحرب أنت عملتوها مش نحنا عملناها وكل يوم عملتها توقف الحرب تاني شي دعوها عجلسة تشوف إذا القوات بدأ ولا ما بدأ أنت لماذا تكون طيب بشكل واضح إذا بقى الحال على ما هو عليه بهذه الصورة إلى أين تتجه لبنان آه لمزيد من الموت والدمار والخراب يجب القيام بخطوة سريعة الخطوة السريعة الوحيدة من يقوم بها الحكومة هذه الحكومة سيد نجيب مقاطي مش هو شخصيا والحكومة ما فيه أكترية في 18 وزير في 24 وزير ماذا يفعلون ماذا يفعلون يعلنون أننا أن لبنان وافق على تطبيق مش أنه يوافق بالهوى القرارات دولية أنا فعلت بنسبة دولة رئيس نجيب مقاطي قلت له السيد سامير جاجع يقول لك أنت تطالب ونبيه بريو طالب هل تحكمون نيبال ويقول لكم أنتم تحكمون لبنان وليس نيبال فقال لي نحن لا نقول أقوال ولكننا نقوم بأفعال نحن قلنا وأعلننا ونؤكد أننا سنقوم بتطبيق 1701 وسنتسبع بالجيش اللبناني إلى الجنوب وفقا للأرقام الخاصة بعدد القوات التي يجب أن تذهب أولا مفهوم أن الألف سبعمية وواحد مفهوم مشتزئ جدا ليس هو القرار ألف سبعمية وواحد وهم يجاهرون بهذا الشيء أوكي وبالتالي مبلشين بالزعبرة من الأول أنه آي ما ألف سبعمية وواحد يعني وبجنوب وبجنوب يعني تنشوف كيف وأنه أنه 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 أنت بمواجهة وضع بهالخطورة لا تستطيعين أن تقولي نصف كلام ونصف خطوات يمكن أن يكونوا خائفين وهذا خوف المشروع بالمناسب صح من التركيبة الطائفية التي لا يمكن أن يتم تجاهلها وحضرتك تعلم ذلك أكثر منا جميعا يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى نزاع وحرب أهلية في وقت صعب لأن هناك طائفة تعاني الآن وهي طائفة شعية لاش رئيس بري شو بمثل ما بمثل ما بمثل طائفة شعية بلى ولكن هل يمكن أن يتحدث أحد مع الحاضنة الشعبية لحزب الله ويقول لهم بأي حال من الأحوال هيا لنقضي على حزب الله لينسحب تماما ليسلم سلاحه تماما سيد سمير أنت تعرف أكثر مني هناك من هم موجودون في الطائفة الشعية يرفضون الاعتراف أساسا بأن حسن نصر الله ليس على قيد الحياة الآن أوكي هذا أمر آخر لا أحد يريد القضاء على أحد ما حدا مننا بدي إدعاء تاني ولا حدا مننا في إدعاء تاني وليس الأمر القضاء على حزب الله مش مش الموضوع يعني عم بينطرح من زوايا كتير خطأ موضوع أنه في عنا وضع الاستمرار بالقتال إيك أوكي إيه وبعدين ما نبين ميزان قواجف هو بتستمر بالقتال حزب الله وافق على وقف إطلاق النار وسألت السيد نجيب مقاطي بشكل واضح قال لي اتصل به سيد نبيه بري وهو في نيويورك قبل اغتيال نصر الله وأبلغوا بأن نصر الله وافق بالفعل على وقف إطلاق النار بعد إسرائيل قامت بالرد باغتيال نصر الله أوكي يعني عالطول عم تيجي الخطوة متأخرة وقت اللي كان عم بيطلب من حزب الله أن يوقف إطلاق النار يعني بين 28 أول لحديت أول أيلول السنة كان يرفض كان يقول أبدا بيوقف وقف وقف وطلعنا الغزة بوقفنا في لبنان مزبوط بس بلجت الحرب قال أنا بوقف وطلعنا بس الحرب لها ميكانيكية طب هم على استعداد الآن لوقف إطلاق النار وأيضا يبدو من خطابهم السياسي أنهم ألغوا فكرة الإسناد وأن يشترط وقف إطلاق النار في غزة ووقف إطلاق النار في لبنان طيب تم التحول حضر أوكي عظيم يعني هم بدأوا هذه الحرب هن يشوفوا كيف بديننا هو فترد انتهت الحرب طيب نحن هم بلبنان شو بقى نعمل بقى نضال كل عمرنا بدون دولة بقى نضال كل عمرنا قرارنا استراتيجي والأمن والعسكري خارج دولة لبنانية بدون دولة كل عمرنا عرضة للمفاجآت بدون دولة كل عمرنا بالفساد لأنه ليستمر حزب الله بدون يتحالف مع مهم مع الفساد لأنه الذين يحتاجون أنفسهم يعني هل تعتقد أن ما وصل إليه لبنان الآن يتحمل مسؤوليته فقط حزب الله وليست القوى السياسية أيضا أيضا حزب القوات منها لا أبدا أبدا هذا تظل مبير لا حزب القوات المنية يتحمل مسؤوليته طبعا حزب الله مع حلفائه يلي تحلف هوية هون تشكلوا موقع السلطة في لبنان الذي أدى إليه ما أدى إليه بس أفي السياسة التحالفات تتغير في السياسة التحالفات تتغير أنا عم بحكي عن تحالفات طبعا مرحلة الماضية التحالفات الجديدة ما في هلأ تحالفات هلأ كله كله هلت تواصل مع سيد نبي بريد نعم من وقت لقاء آخر نعم آخر مرة تواصلت معين مش قصة مرة يعني فيه مفادين بروحوا بيجوا نتواصل ماذا قال لك بشأن مسألة انتخاب الرئيس مسألة سعوتيكي مثلا مثلا كتير واضح منذ ثلاثة أسابيع تقريبا صار فيه اجتماع سوليسي بعين التيني كان فيه رئيس بري والرئيس مياتي ووليد جنبلال لم تضع إليه طرحوا لا لم يضع إليه طرحوا طرح معي حتى بشكل غير إيجابي أنهم لم يضعوك إليه لا مش هذي المشكلة يعني أصلا مش هذي المشكلة يعني كنت تقول في نفسك أو في دهنك كان من الأفضل أن يتم جمع لا حتى لو دعوني ما فيه يروح للاسباب المعروفة المهم 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 أوكي طلعوا بالطرح معي أنه يجب أن نزع الانتخابات رئيسية أوكي وتبني القرار ألف سامية وحد ثاني يوم سيدي رشا ثاني يوم مش أنه ثلاث يوم ثاني يوم ثاني يوم ثاني يوم ثاني يوم بالمعروف لا لأنه حزب الله ما أنه هلم ما بقى في حزب الله إيران قالت له لا يجب أن يتم وقف اطلاق النار أولا بعدها أنت خبرت رئيسية وفي خارجية إيران عرقجي كان في بيروت وربط أيضا شروط وقف اطلاق النار بوقف اطلاق النار في غزة ليس هذا فقط سألت السيد نبيه بري عن هذا الأمر هل تعوق بشكل واضح كان السؤال هل تعوق إيران خططة قلي إنقاذ لبنان قال لي لا السيد نجيب مقاطي قال أرفض الوصاية الإيرانية على لبنان وأبلغتهم خففوا العاطفة تجاه لبنان أنه سيدي رشا منتظر إذا سألت الرئيس بري هل تعوق إيراني يقول لك إيه أكيد رح يقول لك لا بس هو بالفعل هاك يعني وخصوصا بالوقت الحاضر عم بقول بالأخص يعني هلأ إيران صارت مباشرة عم بتدير اللعبة بلبنان طب يقولون أن لبنان مشكلتها الكبيرة أن هناك أطراف إقليمية عديدة إذا كان هذا الطرف مدعوم مثلا من دولة إقليمية ما كإيران فهناك أطراف أخرى أيضا مدعومة من دول إقليمية أخرى في الإقليم غير صحية غير صحية نحن عنا صدقات كثيرة في الإقليم كثيرة كثيرة وبطلعتها بالمملكة العربية السعودية وبكيف الدول العربية وعنا صدقات كثيرة مع دول الغرب بطلعتها فرنسا ودول أوروبا وأمريكا بس هذا شيء وإن تكوني أنت عم تعمل سياستك الداخلية انطلاقا من مصالح تلك الدول شيء آخر أنا أعود السؤال الرئيسي ما هو مبرر الحرب التي تدوله في الوقت الحاضر على أرض لبنان بس ما هو مبرر لا مبرر لبنان لا على الإطلاق المبرر الوحيد تأتي في سياق في سياق الكباش الدائر بين إيران من جهها وأسرائيل وأمريكا ومجهة أخرى هل يجوز؟ ما مضمون ما وصلت إليه مؤخرا مع سيد نبيه بري في هذا الأمر أنا أريد أن أفهم جملة ما يمكن أن نكون بقلك شغلي بكل صراحة انطباعي بس انطباعهم من بعيد لبعيد إن شاء الله ما يكون انطباعي يعني صحيح أن قرار رئيس نبيه بري بحدود كبيرة ليس عنده ماذا وإلا أكبر دليل يعني مثلا بالنسبة لرئيس نبيه بري أكيد كان يعني كان عنده نية أن نصير انتخابات رئيسية إجروا الإيرانيين قالوا لا بطل في انتخابات رئيسية صارت مربوطة وقفت لنا خي بالعكس لسبب أولى لأنه هناك في حرب في لبنان يجب أن نزعب إلى انتخابات رئيسية هل تعتقد أن الآن فرص قائد الجيش طالما أن هناك ما يسمى بيفيتو من حزب الله عليه يمكن أن يكون واردا أن يأتي للمقعد أم أنه على القوى اللبنانية أن تبحث عن بديل آخر بعيدا عن سيد فرنجية أو سيد عون أنا سيد فرنجية لا بحث آخر آخر لا لا جرع جوزاف عون مرشح يعني جدي مرشح يعني من بعيد لبعيد عنده فرنجية كان مرشح الحزب يعني مرشح الحزب بس لا لا ما كانت وردة بالنسبة لنا على الأطلاق وكما بالنسبة لكثير من القوى ما فيك تتصور آخر سنتين إداش حزب الله وحركة أمل إداش حتى ضغط لمحاولة تمرير رسالة فرنجية ما مش الحال بوقت من الوقت بدي أقول لك فرنسا كانت معهم كمان عم بتحاول تمرير فرنجية وما مش الحال لا غير شي لا جرع جوزاف عون لا مرشح يعني بمقلب آخر مختلف تماما هل في حزوز طبعا في حزوز بس ما بدك هلأ أن يفرج محور ممنع عن انتخبات الرئيسية يعني حضرتك في مقعد المعارضة ولكن هناك من يعارضوك أيضا يقولون من وجهة نظره وأنا أنقل هذا ليس تبنيا ولكن طرحا يعني يقولون تصريحا وتلميحا أن أجندة القوات اللبنانية هي ليست أجندة وطنية لبنانية خالصة ولكنها ربما تطلق مع الأجندة الإسرائيلية بعتقد سيدي راشنبير يمكن كنت بالضاحية أو رحتي عجنوب شي واضح جدا لأن هذا يعني هذا افتئات وافتراض وتجني خالص يطرح نظرية يقول لاش يعني ما فيني أنا أجي أقول لك أنه الرئيس بري يمكن جزء من قراره من عنده هيكو بس قلت لك لاش لأنه كان بدوا انتخابات رئيسية وفجأة بعد 24 ساعة بطل بدوا انتخابات رئيسية الذين يقلون هذا الحديث هم يفتأتون وهم يتجنون وهم ظالمون لأنه ولا أي قدر من الصحة لهذا الكلام نحن من 20 سنة إلى هلأ قبل هلأ سيدي ريشة شو هو طرحنا من 20 سنة من 40 سنة أصلا حزب القوات اللبنية حل وأنا سقط سياقا يعني أخذوني إلى الاعتقال الله وقته له المشكلة الأساسية كانت أنه كيف حلوا كل تنظيمات المسلحة وتركوا حزب الله من وقته فأصلا مش طرحنا هلأ ما إلو عليه عبد الإسرائيلية ولا إلو عليه إلو عليه أبدك دولة باللبنان ولا ما بدك إذا ما بدك دولة باللبنان متل ما هي الأمور خيات كافة بدك دولة باللبنان ما فيك تكافة وفي تنظيمات مسلحة خارج هالدولة الحقيقة أن هناك يعني مرض كبير يعاني منه أو تعاني منه المجتمعات العربية مسألة التخوين أو إلقاء اللوم وتلقي أجندات بعيدا عن أي قراءات موضوعية لكن بقراءة موضوعية من حضرتك دكتور هل تعتقد أنك شخصيا كسامير جعجا تخلصت من أعباء الذاكرة اللبنانية بكل أحدتها المؤلمة أم أنك ستظل تدفع فتورة لهذا الأمر أبدا 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 وما بعتبر أنه أنا ادفعت فتورة لأنه مشاركتي بالحرب كانت لأسباب كتير واضحة مشاركتي بالحرب يرد في وقت تخبرك أنه كنت أنا تلميس طب عم بعمل طب وفجأة طبعا على فين القصة بتعرف القصة إلى آخر شو بدي تفوت بهالقصة أنا اللي ادفعت ثمنه بين سنة 1994 وال2005 هو موقف في المعارض معارض للهيمن السورية على لبنان هذا اللي ادفعت ثمنه مش مظبوط هاي أنا ضميري مرتاح جدا وقت الحرب شارك مثل ما لازم شارك وقت القتال للأسف عليك أنتوا قاتلي وقت السلام عليك أنتوا سالمي أنا بدي أقول لك شغلي سيدي رجال قبل الحرب بسعتين من بعد ما انتهت الحرب البنية بساعتين في علي أنا شي زبط سير حيالة مخالفة تجاه الأوانيين حيالة شي تجاه الدولي أبدا وبالتالي يظهر في الحرب وأنا بعتبر يلي ما شاركوا بالحرب بوقتها هني خائنين لأنه كان شعبنا عم بيقتل وكي ما فيك أنت تجاه طيب هذا موقف واضح ومعلن ولكن دعني أسألك في قضية حساسة ودقيقة للغاية والكل يتخوف منها وربما لا أعرف إذا كنت ستشاركني هذا التخوف أم لا موضوع النازحين ونزوح أعداد كبيرة إلى جبل لبنان هناك يعني أغلبية مسيحية أنا لا أريد أن أدخل في هذا الحديث الطائفي لا أجل ووقع بدون بدون حساسيات هل تتخوف من هذا النزوح الكبير لأن هناك من يقول أن مسألة النازحين ودخولهم إلى هذا المربع الشيعي الدرزي أفهم المسيحي الدرزي السني خطر ليس إلى هذا الحد أنا هون هلأ أنه سيسبب بإشكالات كثيرة صحية لماذا بإشكالات كثيرة حتى لو كان النزوح من نفس الطائفة من مكان إلى مكان يتسبب بإشكالات أولا اللي بتولد النقار تاني شي النزوح بحد ذاته مشكلة مشكلة المشاكل مثلا أنا بروح بعيد شوي خليني أخذ النزوح السوري حتى بالمناطق السنية اللي النزوح السوري بأكتريته سني كان يصير فيه مشاكل فأذن أنتظر مشاكل نعم هذا شي طبيعي بهذه الظروف بس طالما القوى الأمنية على رأس القوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني يسهرون على الأمور وأنا لا أعتقد أن أي من هذه الإشكالات سيتطور باتجاه سلبي بس المهم يدلوا السهراني هل تتبنى خطاباً وطنياً يعلي من لبنان في هذه القضية تحديداً عن أي حسابات طائفية ضيقة؟ طبعاً طبعاً وهذا موقفنا وهكاً عم نعمل بكل بساطة وبكل صراحة يعني مشكلة إنسانية شيء آخر كيف تتعامل مع أفكار نمطية موجودة في عقول البعض يقولون وكأن جعجع يريد أن يقضي على الطائفة الشيعية ويتركها حتى تنتهي غلط غلط خطأ خطأ هذا التسويق من قبل محوال ممنع في عندك دولة اسمها إيران عم تعمل جهود حثيثة مش أنت تثبت لألة قواعد في كيف الدول العربية في لبنان قاعدتها هي حزب الله حزب الله مرتكز على البيئة الشيعية شو بدي يعمل أنت يقدر يجيب أكبر قدر ممكن بدي يجربي أن نعوم إنه طروحاتنا نحن لأنه منبغض الشيع الشغل يلي غير صحيحة على الإطلاق ولا لحظة ولا ندفي طيب سؤالي ربما الأخيلة أن أعلم وقتك يعني ينتهي فيما يتعلق بحدود هذه العملية العسكرية التي تتم الآن ما هو تقديرك لأن هناك مخاوف أن تمتد العملية العسكرية الإسرائيلية لما هو أبعد من الليطان يعني ما بعرف عن المستوى الجغرافي يعني المستوى الجغرافي إلى أين ممكن أن تمتد لا أعرف ما أعرف أو تقديراتي هي التالية طيب البقاع يعني يمكن أن يقول هذا ما بعرف عن جد هون ما بعرف لأنه صار تكتيك عسكري هذا بس باستراتيجية الكبيرة يعني أنا أعتقد أن هناك مواجهة كبيرة حاصلة يعني بدأت هذه المواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل وأمريكا انتبهوا وراهم الغرب كمان من جهتين أخرى هل كيف ستتطور تتطور هالحرب وبالتالي مش مسألة بسيطة مسألة أسبوع أو أسبوعين وثلاثة ما هي عكساتها على لبنان أو غير لبنان لا أعرف من الحكمة جدا أنه بأسرع وقت ممكن أن نخرج لبنان كساحة من ساحات المواجهة في هذه المواجهة للأسف لا تجاوب من قبل السلطات الرسمية طيب بس تعقيب أخير يعني أعجبني تصريح لحضرتك مؤخرا لقى ردود فعل واسعة حينما قلت حينما كانت سيد حسن نصر الله موجود كانت هناك فرصة للحديث معه لأنه كان لبناني الآن من يحكم حزب الله إيران وليس لبناني لا مش بهذا الشكل لا لازم نحرف لتصريحات شوي لا حتى أنت يا بروتوس لا 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 مش هيك تماما وقت كان سيد حسن موجود الله يرحم السيد حسن كان عنده حجمة معين وبالتالي يعني أنا رأيي كان موجود على طاولة القرار الإيراني يعني مش أنه كان غيب أنا وبالتالي في مكان ما وهذا كله افتراض أنا ما قعدت على طاولة القرار الإيراني ولا يوم من الأيام يعني في مكان ما كان يدخل يمكن ممكن عم بحكي بعض الاعتبارات البناء بعض وقع على طاولة هذه القرار الآن حتى بعض الاعتبارات البسيطة غير موجودة لأنه صارت العلاقة مباشرة من القير الإيرانية للمجموعات المسلحة على الأرض هل أدى هل أدى هل أدى بس يقول أنه يتفهم طموحاتك السياسية لكنه لا يؤيد مشروعاتك لأنها ليست معادلة معادلة عجيبة غريبة أنا ما فهمت شو هي طموحات السياسية أنا فيش يوم من الأيام شفتيني قلت بدي أصل لمطرح أو عايز هالموقع مش عايز موقع رئيس الجمهورية أبدا لا تريده أبدا أبدا ولو أعرض عليك تقبل يعني إذا أعرض علي طبع بس الكل يقول لا يريد السلطة ثم فاجأ نجده في السلطة غير صحيح يعني مثلا ميشيل عون عمل جمد البلد كله سنتين بدون رئيس الجمهورية إلا إذا هو بيكون رئيس الجمهورية ودعمته في النهاية هذا بحث آخر ما نخلط الأمور ببعضها لحوارات أخرى لحوارات أخرى شكرا لك دكتور سمير جعزة رئيس حزب قوات لبنانية وصلنا مشاهدين لختام هذه المقابلة الخاصة إلى اللقاء